أهلاً بالمشاهدين الكرام في الحلقة 99 من هذا البرنامج تحدثنا عن الاتهامات التي جاءت في القرآن من خصوم محمد لحيث يعلمه بشر كما هو جلي في صورة النحل آية 103 وتتكررت عفواً هذه الاتهامات في العديد من الآيات لخصها النظر بن الحارث بقوله ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد وأعانه عليه قوم آخرون عداس مولى حويطب بن عبد العزة ويسار غلام عامر بن الحضرامي وجبر مولى عامر بن الحضرامي كان يهودياً فأسلم إلى آخرين فلو صحت هذه الروايات فالأمر يمين نحو التأثير بما يدور بين النبي وهؤلاء الأغراب من تساؤلات وحوارات لاهوتية مبنية على معرفة جيدة بالكتب المقدسة السابقة فلو كان الموضوع مجرد لقاءات عادية في أمور الدنيا ما قصد الرسول مثل هؤلاء العبيد الذين يرزحون تحت النير العبودية وبعض المراجع الإسلامية تكشف سر مثل هذه اللقاءات الجانبية بعيداً عن الأنظار فعلى سبيل المثال يروي الإمام الطبري في تفسيره للآية 103 من سورة آل عمران عن شخص يدعى سويد بن صامت كان محل تقدير واحترام عند قومه وكانوا يسمونه الكامل وإذا جاء إلى مكة توجه إليه محمد ليدعوه إلى الإسلام فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي فلما سأله محمد عما معه قال سويد مجلة لقمان يعني حكمة لقمان فطلب محمد من سويد أن يعرض عليه محتوى هذه المجلة فعرضها عليه فقال أي محمد إن هذا الكلام حسن معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله علي فإذا صحت هذه الرواية كذلك فهذا معناه أن الرسول محمد كان يبحث عن أناس لهم معرفة بالكتب المقدسة والحكم والقصص وها نحن أمام رجل محترم في قومه يمتلك الحكمة والمعرفة ووافق أن يعرض قصة لقمان على الرسول في الفترة المكية نفس الفترة التي اتهم فيها محمد بالتعلم على يد الغرباء هذه الرواية جعلت الرسول يقول على قصة لقمان كلام حسن لكن عنده أفضل من هذا القرآن من هذا هو يعني القرآن أنزله الله عليه وبعد فترة بسيطة هذه القصة تحولت بقدرة الله إلى قرآن في صورة سميت باسم لقمان إذن الاتهامات التي جاءت من خصوم محمد لها ما يبررها بالنظر لهذه الروايات التي ذكرها الطبري كمثال عن سويد بن الصامت وقصة لقمان التي جاءت في القرآن هناك روايات أخرى كرواية عن عائشة في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤى الصالحة في النوم يقول الحديث في نهاية الرواية ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترى الوحي وكأن الوحي كان مرتبطا في بداية النبوة بحياة ورقة بن نوفل ابن عم خديجة بنت خويلد الزوجة الأولى لمحمد وكان رجلا نصرانيا أو تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية وفي رواية يونس ومعمر كان يكتب أي ورقة من الإنجيل بالعربية فإن صحت هذه الرواية فورقة بن نوفل كان رجل دين نصراني يكتب الإنجيل العبراني وهو الإنجيل المنحول المنسوب لمتة الذي تحدثنا عنه في الحلقة 97 عن قصة هز النخلة الموجودة في صورة مريم الآيات 22 إلى 26 وهذا الإنجيل حسب المراجع الإسلامية التي ذكرناها كان ورقة بن نوفل يكتب بلسان عربي لقومه وقد ضاع هذا الإنجيل مع ظهور الإسلام وكنا تحدثنا في حلقة عن الطائفة الأبيونية كانوا يؤمنون به وبما أن ورقة بن نوفل من أقرباء الرسول وهو من من أخبره بأنه نبي هذا الزمان في نفس الرواية فلابد أن عرض عليه إنجيله هذا كما عرض سويد بن الصامت قصة لقمان على الرسول إذن البيئة التي ظهر فيها القرآن ليست بيئة وثنية كما يعتقد فالتفاعل مع هذه البيئة الكتابية هي التي أطرت في تأليف القرآن بناء على الجدل اللهوتي الذي قدمه له هؤلاء المعلمون وهذا التأثير واضح للباحثين المتخصصين في علم الأنتروبولوجيا تعززه الدراسات الفيلولوجية حيث تجد كلمة غير عربية بالعشرات لا زالت موجودة في النص القرآني ومعظمها من اللغات السوريانية الأرامية وفي حلقات سابقة قدمنا أمتلا على هذه الكلمات التي تكررت عشرات المرات في القرآن ككلمة الطور وهي من أصل السورياني وتعني الجبل وكنا نتساءل بما أن القرآن بلسان عربي مبين فلماذا استخدم كلمات أجنبية تحتاج إلى البيان أم هي بقايا نصوص أعجمية بلغات أخرى حاول الرسول وهؤلاء المعلمون جعلها بلسان عربي مبين القول بوجود كلمات أجنبية في القرآن عند فقهاء القرون الأولى للإسلام لا يجوز حيث جاء في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة المتوفى سنة 209 بالهجرة قال من اعتقد أن في القرآن شيئا غير اللغة العربية فقد ارتكب أحد الكبائر ضد الله وهذا الحكم طبعا لإبعاد شبهة نقل القرآن من مصادر أجنبية ومنهم من اعتبر اللغة العربية هي أم اللغات ولا زال بعض الشيوخ يرددون هذا الزعم إلى اليوم وعن الإمام الشافع قال ولسان العرب أوسع الألسنة مداهبا وأكترها الفاضا لتبرير وجود هذه الكلمات الأعجمية ومع مرور الزمن بدأ الشيوخ وفقهاء يعترفون بوجود هذه الكلمات الأجنبية وصلت إلى حد التباهي بوجودها لأن الخطاب القرآني حسب رأيهم جاءت لكل الشعوب والأمم فهو نوع من المعجزات الربانية فنجد أبو منصور الجوالقي تحدث بصراحة عن وجودها وكذلك الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن قدم لنا ما يناهز 180 كلمات منسوبة إلى 11 لغة منها السريانية والعبرية والحبشية والقبطية واليونانية والفارسية إلى آخره انظروا كيف تميل الأحكام عند الفقهاء من التحريم إلى الإباحة بما أن الفقهاء الآن يقرون بوجود كلمات أجنبية في القرآن عربت وأصبحت موجودة في القواميس العربية فهل هناك بصمات واضحة على هذا التعريب؟ الجواب يكمن في نفس المثل الذي قدمناه كدليل على وجود كلمات أجنبية في القرآن كما قلنا كلمة طور باللغة السريانية تكررت عشر مرات في القرآن بلفظها الآرام السرياني الصحيح بينما مرة واحدة أخطأ صاحب النص في نقلها بلفظها الصحيح إلى ارتكاب خلط بين حرفي الراء والدال فأصبحت طود بدلا من طور وذلك في صورة الشعراء الآية 63 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم وهذا الخطأ ناتج عن تشابه الحرفي الراء والدال في اللغة الآرامية السريانية باختلاف التنقيد فقط وكلمة طود لا معنى لها في الأصل ولكن أصبحت كلمة عربية ومنها جاءت كلمة منطاد نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء اشتركوا في القناة